اشتركوا في القناة لالتسلية وتضيع الوقت اللي هنعرضه هو دليل ان فيه تأثير قوي من السماء يأتي باذن الله سبحانه وتعالى ثم بتأثير الضغط القوي من اقتراب الكوكب ذو الذنب او النجم المتسبب في اية دخان واللي بنتبنى نظرية اقترابه لاننا في اخر الزمان ولكن مش بنحدد موعد وصوله لكن بنكتهد علشان نكون على اطلاع بالاحداث والحقائق المخفية عن الجميع بغرض التعتيم او الساق كل ما يحدث على الارض باسباب وهي ملهاش اي دليل علمي او حتى يعني يتقبلها العقل اللي طول عمرنا عايشين وعارفين ان ده امر جديد وغير ممكن حدوثه زي ما قلنا قبل كده ان الشمس والقمر مصيرين وموضوع العواصف الشمسية ده غير صحيح ولو يعني اوهمونا بالكلام المنظم والمرتب والصور المعدلة والغير صحيحة عن الشمس او الاحتباس الحراري الحجة الجديدة اللي بعض علماء الغرب نفوها تماما وغيره طبعا من الكلام الغير صحيح واللي اول مرة يشوف القناة يرجع ليه الفيديوهات القديمة من 2018 وهيلاقي فيها توضيح اكتر عن الكوكب او النجم ذو الذنب بالتفصيل نبدأ من العراق وبالتحديد مدينة اربيل عاصمة كردستان العراق وزي ما هو واضح طبعا الفيضانات الغريبة والضخمة المفاجأة ودي كانت يوم 30 اكتوبر 2021 وكل احداث النهاردة ان شاء الله هتكون بتاريخ 30 اكتوبر زي ما احنا شايفين عملية انقاذ من السيارات وغرق بيوت كتيرة جدا ويقال انه في حالة فقدان لطفل واحد لكن لسه الاحصائيات طبعا مش واضحة لان اللي حصل ده جديد ومن يوم وبعض الساعات لكن الفيضانات الطفانية اللي شايفينها بتقول ان الخسائر المادية هتكون بالملايين والله اعلم والخسائر في الارواح كمان يعني ربنا يسلم ناس الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع وطبعا زي ما انتم عارفين من اغرب الامور اللي بتحصل من سنوات او في السنوات الاخيرة هو عنصر المفاجأة والبغتة ناس الله السلامة في ساعة الدنيا بتغرق وفي ساعات بعدودة بعدها تبدأ الامور تخرج عن السيطرة وساعتها لا حكومات ولا اي شيء بيقف امام الكارثة ده كان في شمال محافظة اربيل وطبيعي طبعا تعطلت حركات السير بالكامل هناك والسلطات تعطلت العمل بالكامل يوم الحد وكالعادة السيارات هي الضحية الاكبر في كل الفيضانات وخصوصا الفيضانات الطفانية المرعبة اللي بتحول الشوارع الامنة فجأة الى انهار جارية وياريتها يعني نهري جاري لكن جريان الميا في الانهار العادية مستحيل يكون بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وبالسرعة وبالقوة اللي بتجره في السيارات اللي وزنها بالاطنان وكأنها يعني سيارات لعبة او سيارات بلاستيك هيئة الارصاد الجوية في العراق قالت كمان ان السليمانية سجلت النسبة الاعلى في الانطار وهي 11.5 مليمتر واقل نسبة كانت محافظة دهوك ده غير الثلوج والبرد بنفس الوقت اللي حصلت فيه الانطار الغزيرة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع وفعلا ربنا يسطر ويعدي فصل الشتاء ده على خير اللي لسه ما بدأش ويحفظ الجميع في كل مكان نسيب العراق ونروح على استراليا اللي تعرضت فيها مدينة بريسبان الاسترالية لعاصفة مدمرة ده رابطها يوم 30 اكتوبر وكانت سرعة الرياح فيها 100 كيلو ودي طبعا سرعة قوية وواضح جدا تأثرها لكن الثلوج الضخمة كانت هي الاخطر في العاصفة اللي كانت في استراليا وتسببت في اضرار كبيرة جدا وتعطيل للحركة بالكامل وشبه شلل في المدينة حتى انتهاء العاصفة القوية اللي حصلت في استراليا اما الارجنتينو اللي ضربتها عاصفة سلجية عجيبة وقوية زي ما هو باين في الفيديوهات في محافظة سلطة ولكن نقدر نقول ان الثلوج يعني مش بالقوة الكافية اللي تخلينا نقول ان دي ظاهرة مخيفة او كرسة كبيرة في الارجنتين او اننا يعني بنبالغ في الموضوع وطبعا ده صحيح ولو انا مكانك هقول نفس الكلام لكن لتصحيح المعلومة اللي ممكن ما ناخدش بالنا منها هي ان الارجنتين الان في نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف الارجنتين بيبدأ فيها فصل الربيع في شهر ستمبر اللي هو شهر تسعة لحد شهر نوبمبر اللي هو شهر احداشر ويبدأ فصل الصيف فيها شهر ديسمبر اللي هو شهر اتناشر لحد فبراير شهر اتنين من كل سنة يعني احنا الان في الارجنتين في فصل الصيف تقريبا فاكيد دي ظاهرة غريبة وندرة حتى السكان هناك بيقولوا ان التقس انقلب حرفيا في دقايق معدودة بطريقة مفاجئة وغير متوقعة وهنفضل في الارجنتين شوية ونشوف الترنيدو او الاعصار القمعي القطير اللي حصل في مقاطعة تاكومانا في بلد التافيدي الفالي ودي قرية مشهورة بتقس صيفي قوي والظاهرة حصلت في نص اليوم والجو كان صيفي بامتياز واكتاح الترنيدو او الاعصار القمعي بقوة وبطريقة مفاجئة زي ما بنشوف في الفيديو نروح لفنزويلا ونشوف الفيضانات الكبيرة اللي كانت فيها يوم 30 اكتوبر برضو والاضرار اللي تسببت فيها واللي وصلت ليه 145 ملي متر في 12 ساعة فقط والمقاطع طبعا دي بعد هدوء الفيضانات شوية ودي بعض الاثار اللي تبقت والاضرار اللي تسببت فيها الامطار الضخمة اللي غرقت الشوارع والمنازل وبرضو خلعت الاشجار وتسببت في خسائر كبيرة وسقوط بعض المنازل او الاسوار وتعطيل يعني حركة السير لفترات طويلة والفيضانات دي برضو تسببت في خسائر مادية كبيرة جدا بسبب الكمية المهولة اللي نزلت من الامطار في خلال 12 ساعة بطريقة مفاجئة كان معتاد واللي اصبح امر عادي في معظم الدول في السنوات القليلة الاخيرة نروح على ايطاليا ونشوف اعصار ابولو اللي كان جزء بسيط جدا من التقس المرعب بمعنى الكلمة في الايام اللي فاتت واللي للأسف ما كانش عندي وقت اعرضه عليكم لكن فعلا بتمنى اعمل بي فيديو مخصوص ولو حتى يعني متأخر شوية لان فعلا ايطاليا كانت بتنهار الفترة اللي فاتت بمعنى الكلمة وبدون مبلغة يعني نقدر نقول اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا يعتبر ولا شيء من اللي كان بيحصل في ايطاليا من اسبوع الاعصار ده تسبب في غرق السكك الحديدية واقفها عن العمل تماما في جزيرة سقلية اللي زي ما قلت كان فيها طقس مخيف لمدة اسبوع فات اما بريطانيا فكانت الرياح القوية اللي تخطت تسعين كيلو متر في الساعة وكان معاها تساقط للثلوج الضخمة والامطار وزي ما احنا شايفين الرعب ومحاولة الهروب من الثلوج الكبيرة اللي نزلت بشكل مفاجئ واللي هاية الارصاد يعني حذرت من سوق الاحوال الجوية لمدة اسبوعين وزيادة سرعة الرياح عن مية كيلو متر في الساعة والتحذير كان باللون الاصفر مع احتمالية تساقط انطار تؤدي الى فيضانات اما بركان كيلواء بركان هواي المشهور والمعروف والناشط من حوالي اربع سبيع بيتم رصده الايام دي بعد انتشار الحمم البركانية في الحفرة الرئاسية او الفواه الرئاسية للبركان اللي موجودة طبعا في القمة وفعلا كمية البركين اللي بتثور حول العالم كتيرة جدا ومخيفة وسورانها بالقوة دي في وقت واحد يعني لا يطمئن لكن يعني علينا الدعاء لان النار دي مش بتخرج فعلا من الارض لاسباب علمية او دنياوية ولكن بامر من الله سبحانه وتعالى وكأن الارض يعني تغضب لغضب الله سبحانه وتعالى ولولا رحمة الله لكانت يعني البركين دي ابتلعت البشرية من كمية الظلم والتجبر والكبائر ومخالفة الفطرة اللي اصبحت في كل مكان وبيتباهى بيها البشر وبيعملولها قوانين كمان للأسف كومبرييف هيخة الكارثة الاكبر واللي ما ينفعش نهملها في اي فيديو لانه يعني كل يوم بيطلع بمفاجآت خطيرة ومرعبة لكن مع خطورة ورعب البركان اللي في اسبانيا في جزيرة لابالما بتستمر الزلازل كمان وبتزيد يوميا بلا توقف ودي مأساة جديدة يعني تضاف للسكان القريبين من البركان واللي يعني مستمر حتى الان لأكتر من خمس اسابيع والخبراء بيقولوا انه الايام دي البركان في اشد حالات الثوران وزي ما احنا شايفين المنظر العام غريب ويدل على انه فعلا غضب من الله سبحانه وتعالى على الجزيرة دي او القرية وهينكشف فعلا سر الغضب ده في وقت محدد لكن يعني اعتقد انه مش هينكشف بسرعة دلوقتي لان ده عقاب من الله سبحانه وتعالى واي انسان بيدعي ان الله لا يغضب فهو معدوم الايمان والعلم بان الله سبحانه وتعالى القوي ولان الله سبحانه وتعالى قوي فلما بيأمرنا بأوامر والبعض يعني بيكفر صحيح ربنا بيأجلنا للحساب في الاخرى لكن لما يتمادى اهل الفجور بامور تخالف حتى الفطرة العادية لكل البشر سواء مسلمين او غير مسلمين او مؤمنين او غير مؤمنين ويبتدوا يعني يجهروا بيها فساعتها بتنزل المصيبة والصعقة وتتنزل يعني الايات وعقاب الله سبحانه وتعالى على البشرية نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونعوذ بالله من شر عقابه القرية خوية على عرشية زي ما احنا شايفين مغطة بالرماضي البركاني بالكامل وكأن الله سبحانه وتعالى يعني خسف بهم الارض ولكن من رحمته انه ارسل لهم البركان علشان يتطعزوا ويتقربوا من الله سبحانه وتعالى او حتى يعني يبعدوا عن الامور اللي تخالف الفطر ولكن مع الاسف الفيديوهات اللي بتوصلنا واللي بضطر يعني اقص معظمها ماشيش فيها اي اتعاز ولا فايدة من العقاب للناس اللي عايشة هناك نفس العري ونفس الضياع كأن يعني لا شيء يحدث والاسرار على الضلال بيزيد وفي نهاية الاحداث القوية اللي احنا شفناها دي في خلال يوم واحد كل اللي بيحدث خير من الله سبحانه وتعالى وموعظة لأهل الامان وشر على اهل الشر باذن الله زي ما احنا بنقول صحيح القادم اعظم لكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع وانه يحفظ المسلمين في كل مكان ويجنب كمان غير المسلمين الازى ويردهم الى الحق والى الدين الحق والى الله خالق الكون ومدبر امره الذي ليس كمثله شيء ويعلم الله اني يعني لا اطلب الضمار ولا اتمنى الضمار لاي بلد ولا افرح بموت حد في العالم خصوصا اذا كان الله سبحانه وتعالى غاضب عليه لان النار يعني ما بيتحملهاش ولا يتحملها بشر ولا جان ولا الشيطان نفسه اللي مخلوق منها فيعني ازاي هيكون قدرة البشر على تحملها في الاخير التأثير يعني مننا والله سبحانه وتعالى يعفو عننا لان المسلم وظفته هو الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والرحمة والصفات الطيبة مش بالدعاء على حال الا في حالة العدوان فده اقل شيء كمان يقدر يعمله هو الدعاء لذلك التوبة والتقرب الى الله سبحانه وتعالى هي النجاة من طفان نوح اخر الزمان وهذه الابتلاءات واولها طبعا الصلاة لكل اللي مش بيصلي والصلاة والحجاب يعني والستر لكل اللي لسه مش محجبة او يعني حجابها مخادع والخداع ما ينفعش مع رب العالمين واكيد كلنا فاهمين اللي أصدر بكده تبقى حلقة اليوم انتهت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى وصيكم بالاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة